بعد قرار مثير للجدل بسحب القوات الأمريكية من سوريا وحديث متصاعد عن تحول تلك القوات للقواعد الأمريكية في العراق قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة سرية وغير معلنة للعراق حيث حطت طائرته المعتمة مثلما أقلعت في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار لتفقد جزء من قوات بلاده المنتشرة في العراق منذ غزوه عام 2003 وقضاء ليلة الميلاد معهم صحبة زوجته زيارة ترامب تأتي على وقع تصاعد التوتر بين واشنطن والطهران مع سعي الولايات المتحدة لمواجهة نفوذ إيران في الشرق الأوسط وتواصل الصراع بين شركاء العملية السياسية على الحقائب الوزارية وهو ما حال دون استكمال الحكومة حتى الآن ترامب أبدأ تضموره من الإجراءات الأمنية المشددة التي رافقت زيارته للعراق مشيرا في هذا الصدد إلى زيارتين ألغيتا سابقا بعد تسرب أنباء عنهما لكن اللافتة أكثر تصريحاته بأن أمريكا لا يمكن أن تبقى شرطية العالم وتتحمل العباء الملقى على عاتقها على الجانب الآخر سعت الحكومة في بغداد إلى تبرير زيارة ترامب وعدم لقائه أي مسؤول بالحديث عن ما سمته تباينا في وجهة النظر مع الولايات المتحدة بشأن كيفية عقد اللقاء مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مشيرة إلى الاستعادة عن اللقاء بمكالمة هاتفية بينما قال البيت الأبيض أنه تم إبلاغ السلطات في بغداد بالزيارة قبل وقت وجيز جدا هذا إن كانت واشنطن فعلا قد أبلغت الجهات العراقية ولم يكن تصريحها لرفع الحرج عن أدواتها القابعة في المنطقة الخضراء وفي وقت هددت ميليشي النجباء بالرد على زيرات الرئيس الأمريكي على الأرض أفادت مصادر إعلامية وموظفون عاملون في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد بأن السفارة الأمريكية تعرضت لقصف بصاروخين دون معرفة الخسائر التي سببها القصف على الصعيد البرلماني أعلن أعضاء في مجلس النواب بدأ ما سمه حراكا لاتخاذ موقف حازم من الزيارة من خلال أصدار قانون لإخراج القوات الأمريكية وإنهاء جميع الالتزامات التي فرضت اتفاقية الإطار الاستراتيجي والأمني الموقع بين المالك وواشنطن عام 2008 بينما طالب آخرون باستدعاء السفير الأمريكي في بغداد احتجاجا على الزيارة لما تمثلوا من انتهاك صارخ للأعراف الدبلوماسية واستعلاء في التعامل مع الحكومة من ترامب الذي بات الرئيس الأمريكي الثالث الذي يزور العراق سرا لكنه أول من يغادره دون لقاء أي مسؤول اشتركوا في القناة